السلام عليكم في هذا الفيديو سأتكلم عن تجربتي لشاشة مخصصة للألعاب مقاس 27 إنش مقدمة من شركة MSI تعرف باسم Optics G27C2 الشاشة مزودة بكثير من التقنيات بداية بنوع اللوح اللي يعتبر VA بدقة Full HD وبمعدل تحديث 144 هيرتز وهي شاشة منحنة 1300R اللي يعتبر أكثر ثبات وراحة للعين البشرية وبزمن استجابة يصل إلى 1 ميلي سيكند وتغطية 110 بالمية من الSRGB وتمتد زوايا العرض حتى 178 درجة كذلك داعم الفريسينك وبسطوع 300 نتس للسنتيمتر المربع هذه أبرز المواصفات وفي مواصفات أكثر تقدر تشيك عليهم من الموقع إذا أنت مهتم بعد استخدام الشاشة الأكثر من سنة أقدر أقول أن الشاشة من أفضل الشاشات في فئتها السعرية دون من 250 دولار من ما تقدم من مواصفات سواء هي أو الموديلات الجديدة وبلخص إيجابيات سلبيات الشاشة في الجاي أولا التباين والألوان يعتبر التباين ممتاز وجبار بين الأسود والأبيض لكن الألوان بعض الأحيان أحس باهة بزيادة وبعض الأحيان جيدة لكن مع ذلك أفضل من التين قريبة للإي بي اس ثانيا حجم الشاشة أشوفه جدا مناسب للعاب متابعة الوساط مثل ما ذكرت مقاطع سابقة ثالثا حامل الشاشة يعتبر عادي وتقدر تميل الشاشة 5 درجات للأسفل و15 درجة للأعلى لكن إذا تريد ترفع الشاشة هالميزة غير متوفرة ولازم تروح للموديل الأغلى ب50 دولار عشان تحصل على هالميزة أشياء الثانية والسلبية الأكبر إنها ما تدعم الفيزا إذا تناويت ركبها على الجدار أو تجيب حامل لعدة شاشات طبعا الحامل يجي لونه أحمر بالصاب وأسود علشان يتماشي مع السدم رابعا المداخل عندك مدخل HDMI و DisplayPort و DVI واحد ولبه مدخل سماعات أو USB لكن ما تعتبر مشكلة مع هالسعر إضافة أن المحول داخل الشاشة وهذه إيجابية ما راح تبلش إذا جيت ترتب الأسلاك خامسا الصراحة فرق معي بعدما جربت الشاشة المنحنية العين ما تتعب بالإسخدامات الطويلة بحيث نجميع زوايا الشاشة بنفس البعد عن العين هذا اللي يسبب راحة أكثر بالإسخدام أخيرا التحكم بالشاشة بداية قائمة التحكم تعتبر بسيطة وقليلة وهذه إيجابية وسلبية بنفس الوقت لأن أحسي بي له أمور أكثر عشان تقدر تخصص على كيفك وهذا استعراض للقائمة أول شيء السطوع والتباين بعد تفعيل التباين الديناميكي بعدها لوضاع الجاهزة والتحكم حرارة الألوان والأبعاد والمداخل ووضع الألعاب وآخر شيء أخرى سواء لغة أو تفعيل فريسينك وإلى آخره وفيه طريقة تحكم غير القائمة بالأزرار على طول أول زر تفعيل التصويبة واختيار شكله والزر الثاني لوضاع بدل ما تدخل للقائمة أو عن طريق برنامج MSI Gaming Center هذه بعض الاختبارات للشاشة هذا اللي كان عندنا اليوم معذرون على إيطالة وشكرا على المشاهدة وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك والنشر أو غير ذلك بالدسلايك كام معكم هكاسي في أمان الله